السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبا يبنى متابعين الكرام كل سنة وحضراتكم بخير معانا اربع اخبار عاجلين مهمين جدا لحبا يبنى اول خبر يخص الازهر وتعديل المناهج الازهرية بالمرحلة الاعدادية والثانوية الخبر التاني المدرسة العسكرية الرياضية بعد تلت عداد يبدأ التقديم لها الخبر التالت نتيجة المرحلة الابتدائية رابعة خمسة ستة اخر خبر معانا ان شاء الله هيكون عن امتحانات الدبلومات الفنية الفين اربعة وعشرين مع بعض يا شباب كده زي ما احراركم عارفين ان على القناة بنتكلم على الاخبار التعليمية والحاجات اللي تخص حبا يبنى بعد تلت عداد او الدبلومات الفنية او الثانوية العامة وحاجات تخص التعليم تعالنا نبص على اول قرار قرار جديد من الازهر بتعديل بعض الكتب الشرعية والعربية للمرحلتين الاعدادية والثانوية اصدرت لجنة تطوير المناهج بالازهر الشريف قرار جديد بتعديل بعض الكتب الشرعية والعربية للمرحلتين الاعدادية والثانوية حتى تاريخ خمستاشر مايو الجاري تمام كده يا شباب واكدت انه بناء على قرار اللجنة يتم التنبيه على مدير ادارة الكتب ومسؤول التوريدات بعدم استخدام الارصدة المتبقية من الكتب المدرجة بالجدول التالي على ان يتم استخدام طبعات الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين يعني في كتب طبعتها بيتبقى اقدم من كده الكتب دي خلاص لان يتم التعامل معها ويتم التعامل فقط مع طبعة الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين دون غيرها مع العلم بان الادارة العامة للكتب والمكتبات قامت بتعديل ارصدة كل منطقة تبقى للاعداد الجديدة تمام كده يا شباب يبقى هنا في تجديد بالنسبة للكتب بالنسبة الاعدادي وثانوي وخلي بقى لك طالما في تجديدات يا شباب يبقى غالبا هيكون هناك تجديد في موضوع الاسئلة الاسئلة نفسها هتبقى غالبا تتناول بقى الفهم العميق انه طبعا يسألك اسئلة سواء بقى اختيارات او صح وغلط زي ما يمكن حصل في محافظة الغربية في معظم المواد هتلاقي كتير من الاسئلة بتتعلق بفهمك للمادة نفسها فطبعا ده بيؤثر على مذاكرتك بعد كده المفترض سيادتك بقى تذاكر بطريقة جديدة لان طالما الموضوع بدأ في الكتب الجديدة غالبا هيكون هناك كمان ان شاء الله اسلوب جديد للاسئلة وده ان شاء الله اللي هيظهر مع الايام المقبلة بأمر الله طيب فيه حاجة مهمة جدا بقى لغاء كتاب مختارات اسلامية للصفة الثالث الثانوي كما تم إلغاء كتاب مختارات اسلامية للصفة الثالث الثانوي واستبداله بكتاب ومضة من الوحية للقسم الأدبي للصفة الثالث الثانوي تمام كده يا شباب تم إلغاء كتاب مختارات اسلامية واستبداله بكتاب ومضة من الوحي طبعا ده ان شاء الله في العام الدراسي المقبل 2024-2025 وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله كل واحد ينول اللي يتمناه نخش على الخبر التاني مع بعض وهو الخاص بالمدرسة العسكرية الرياضية فتح باب القبول بالمدرسة العسكرية الرياضية بمحافظة المينيا سيدكم عارفين ان بعد تلت عدد ما فيش حاجة عسكرية الا المدارس العسكرية الرياضية هي دي المدارس العسكرية الوحيدة اللي تقدر تقدم لها تبع القوات المسلحة لكن فيها شباب مدارس تانية ثانوية عسكري هي مدارس حكومية عادية خالص ولكن بتدرس بعض المواد العسكرية وليست تابعة للقوات المسلحة المدارس الثانوية العامة تمام كده يا شباب اللي هي الثانوية العامة العسكرية دي مدارس تابعة وزارة التربية والتعليم ولكن فيها طبعا اشراف من القوات المسلحة ليتم تدريس المواد العسكرية تمام يا شباب وليست المدرسة نفسها تابعة للقوات المسلحة اللي تابع للقوات المسلحة هي المدارس العسكرية الرياضية تعلن المدرسة العسكرية الرياضية بمحافظة المينيا عن فتح باب القبول لدفعة جديدة المرحلة التعليمية إعدادي وثانوي للعام الدراسي 2024-2025 ويبدأ بيع الملفات اعتبار من يوم الثلاثة الموافق 21-5-2024 يعني التقديم يا شباب اللي عايز يسحب الملفات سواء بقى هو طالب فقال اعدادي تاني اعدادي تلتاعدادي اولا سانوي تاني سانوي يبتدي ان هو يروح يسحب الملف من هناك وطبعا يا شباب بدء سحب الملف من يوم الثلاثة اللي هو النهاردة 21-5-2024 طب لحد امتى يا مستر؟ وحتى يوم الخميس الموافق 25-7-2024 تمام كده؟ ده اخر معاد لصحب الملفات تمام كده؟ طيب يبعدوك فترة حلوة حوالي شهرين لصحب الملف والكلام ده يا شباب هكون بمقر المدرسة بالمينيا الجديدة ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المينيا بنسويف الفايوم سوهاج لقصر أسوان قنة سعر الملف يا شباب ربعمية جنيه طب التخصصات المطلوبة لان طبعا دي مدرسة رياضية عسكرية طبعا مطلوب ألعاب القوة مسرعة ملاكمة رفع أثقال دراجات جودو كونغفو كاراتي وتم اختيار الطالب مهاريا في التخصص الذي يختاره طبعا مرحوزة يا شباب بعد بسياتك بأة بتسحب الملف وتستوفي الملف بتملاه والكلام ده كله تقدر تقدم بقى تاني في المدرسة من يوم واحد ستة الفين اربعة وعشرين لحد واحد تمانية الفين اربعة وعشرين طب مميزات ونظام المدرسة العسكرية الرياضية يا مستر أول حاجة الناحية التعليمية يا شباب الدراسة وفق مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسة عدل مرحلة الابترئية بتكون داخلية يعني عددي وسنوي سياتك الدراسة داخلية تمام كده مع عدل الابترئي مودة الدراسة مفتوحة حتى يحصل الطالب بعدها على شهادة اتمام الدراسة الثانية وهي العامة يكون بالتدريس مجموعة من المدرسين الاكفاء المنتدبين من وزارة التربية والتعليم من زاوية الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة بالمدرسة مجموعة من المعامل العلمية مقامة على احدث النظم ومزودة بوسائل الاضاحة الحديثة تضم المدرسة قاعات تلفزيونية وتم تسجيل بعض المحاضرات بالفيديو للاستعانة بها اثناء فترة الاستذكار تمام بالمدرسة معامل للغة الانجليزية يطبق نظام المدرس لاستشاري لكل مادة يتواجد اثناء فترة الاستذكار ليلا لتوضيح بعض النقاط الغير واضحة يعني سيادتك طبعا مدرسة داخلية يعني سيادتك مش ياخد دقاءة دروس ولا اي حاجة سيادتك تقعد في المدرسة تذاكر ولو في حاجة وقفة قدام حضرتك في المذاكرة هتلاقي معاك مستشار المادة موجود يوضح لك ان شاء الله اي حاجة تنوز بالمدرسة مجموعات تقوية مجانية في جميع المواد لرفع مستوى الطلبة يدرس الطلبة الحواسب الالكترونية يسمح للطلبة بالاجازات تبقى لنظام المدرسة ويرتدون زيا خاصا اثناء الخروج للفسح والاجازات ده بالنسبة للناحية التعليمية الناحية الرياضية تضم المدرسة العسكرية صالات رياضية مغلقة مزودة باحداث الاجهزة الرياضية يمارس فيها الطلبة نشطهم الرياضي تتكون بالمدرسة فرق رياضية في مختلف الالعاب الرياضية العاب قوة ملاكمة مصارعة وهكذا ويتم اشتراكهم في البطولات المختلفة محلية ودولية يتم اقامة معسكرات رياضية للتدريب أثناء فترة نصف العام والاجازات الصيفية العمل مستمر بالمدرسة طوال العام صيفا وشتاءا للمحافظة على مستوى الطالب الرياضي والحقيقة فيه بقى مكافئات مادية وعينية للطلبة لما بيحققوا بطولات رياضية يصرف الطالب المنابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان وفيه انشطة اجتماعية وانشطة ثقافية واشراف طبي وطبعا فيه نظام للتغذية وممكن ان شاء الله يقول لنا فيديو بقى خاص بالمدارس العسكرية طبعا الشباب شروط التقديم في المدارس العسكرية الرياضية تقبل مدارس العسكرية طلاب الذكور فقط للمراحلة السنية التنائي اعدادي وثانوي طبعا هنا المينيا محافظة المينيا طلبة اعدادي وثانوي المتقدم مصر الجنسية من اب واب مصريين يجب ان يكون اقن جسديا ورياضيا الا يكون فوسلة تأديبية من اي مدرسة سابقة الى تناسب عمر الطالب مع مرحلة دراسية اكتياز جميع الاختبارات المكررة تبكى للمرحلة السنية ومنها الكشف الطبي والقياسات النفسية الى اخره بالنسبة للمرحلة الاعدادية والثانوية لا يقبل الطلب الراسبين والناجحين بملحة باستثناء طبعا الحاصلين على بطولات جمهورية او بطولات دولية كشرط تفضيلي الاوراق المطلوبة طبعا سيادتك لازم تبقى عارفة برضو صحيفة الحالة الجنائية فيش وتشبيه واربع صور منها ويوجه للمدرسة العسكرية الرياضية وطبعا هنا المدرسة العسكرية اللي انت بتقدم فيها هي المينيا تمام كده احضار عدد 16 صورة شخصية خلفية بيضة 4 في 6 شهادة ميلاد كمبيوتر واثنين صور منها تمام كده شهادة صحية للمتقدم المستشفى حكومي ومعتمد بأن لا يوجد اي امراض مزمنة للمتقدم شهادة من الادارات التعليمية بناجاح سواء كانت شهادة ابترائية او اعدادية صورة شهادة ضوائية من وظيفة حالة ولي الامر مختومة بختم النصر اتنين دوسي بلاستيك كعب جرار حافظة بلاستيك بكب صورة طبعا لو طالبوا منك اي ورقة تانية سيادتك لما ديجي تسحب الملف بتاعرب بقى لو في اي اختلافات بخصوص التقديم للمدرسة العسكرية الرياضية بمحافظة المينيا تمام كده يا شباب معلش احنا طولنا شوية بس عشان حبيبنا اللي حابين يقدموا في مدارس عسكرية مفيش الا المدارس العسكرية الرياضية اللي هي بقى لتالت عدد نيجي يا شباب بقى بالنسبة لنتيجة المرحلة الابتدائية حبيبنا رابعة وخمسة وستة تصدرت نتيجة الفصل الخامس الابتدائي طبعا سواء بقى رابعة وخمسة كمان بالنسبة للترمي التاني محرك البحث جوجل بعدما كشفت مديريات التربية والتعليم عن مواد اعلان نتيجة الصف الخامس او صفل الابتدائية عموما يا شباب بالنسبة للصف الدراسي الثاني 2023-2024 بخاصة مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي للطلاب سنة خمسة الابتدائي حيث تخضع حاليا اوراق الاجابة لعمليات الكنترول من تصحيح وتدقيق ومراجعة يعني حاليا يا شباب بقى سواء سنة خمسة سواء سنة رابعة سواء سنة ستة حاليا بيتم مراجعة الاوراق تماما كده في الكنترول والتدقيق عشان لو حد ديه درجة ولا حاجة محدش يتظلم ويبتدي رصد الدرجات لكافة المواد الدراسية واعلانها عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سيادتك طبعا بتخش على الموقع اللي هسيبه لحضرتك اسفل الفيديو بتاع النهاردة سواء كدت رابعة او خمسة او ستة بتخش على هزا الموقع الرابطة على محافظة القاهرة بتختار بقى المرحلة الدراسية الابتدائية بتاعت حضرتك بقى سواء بقى رابعة او خمسة او ستة وبعد كده بتدوس على نتيجة اخر العام من قيمة الفصل الدراسي وتكتب الرقم القامي وتأكد ان انت بتكتبه يكون باللغة الانجليزية تمام كده وبعد كده بتعرض النتيجة او ضغط على عرض النتيجة تمام كده ورابط الاستلام والحصول على نتيجة الصف الخامس او الرابع او السالسة يا شباب هسيبه لحضرتك اسفل الفيديو بتاع النهاردة وده يا شباب المواقع هول لما سيادتك هتخش على اللينك اللي سيبه لحضرتك بتاع محافظة القاهرة سيادتك بتكتب هنا الرقم القامي بتاع ابن حضرتك او بنت حضرتك وبعد كده بتختار بقى المرحلة الابتدائية او اعدادية على فكرة الاعدادية برضو يسر عليها نفس النظام بتختار بعد كده الصف الدراسي وبعد كده سيادتك طبعا بتختار الفصل ايه الدراسي زي ما قلنا سواء بقى انت هنا سنة رابعة وبتختار طبعا اخر العام تمام كده يا شباب وطبعا عام الدراسي 2023-2024 ما فيش مشكلة وبعد كده عرض النتيجة لو النتيجة ظهرت بتظهر لحضرتك ما ظهرتش بحضرتك برضو بتتابع على الموقع لان النتيجة هتظهر ان شاء الله في حدود 3-4 ايام برضو على حسب كل محافظة وكل ادارة في بعض الادارات اللي خلصت وخلاص بتتراجع وهترفع النتيجة على الموقع وفي بعضها لسه قدام ويمكن حوالي اسبوع فسيادتك برضو تابع على الموقع ان شاء الله وربنا وفقك يا رب كل واحد ينقول اللي يتمنيه وعشان سيادتك تبقى عارف طبعا حبيبنا سنة 5 او 6 عارفين ان النتيجة بتظهر بالالوان سنة 4 يمكن الموضوع الجديد عليهم شوية لو مجموعك من 85% تمام كده يا شباب هيبقى تاخد اللون الازرق لو اقل من كده شوية من 65% ل85% يبقى اللون الاخدر المادة اللي هتاخد فيها من 50% ل65% يبقى اللون اصفر اقل من كده يا شباب اللي هو من 1% لحد 50% ده على طول هيبقى اللون احمر وده للاسف هيبقى ليه مرحق او دور تاني لو اللون احمر يبقى افضل حاجة اللون الازرق اقل منه شوية الاخدر اقل بقى اللي هو الاصفر وطبعا الحاجة للأسف مش كويس هتبقى اللون الايه اللون الاحمر عشان سيادتك تبقى عارف نيجا يا شبابة لاخر خبر معنا استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 تنطلق 25 ماي وزارة التعليم تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتؤكد ارسال اسئلة الاختبارات لمراكز التوزيع بالمدريات وحفاظ على سريتها ووصول ارقام الجلوس للطلاب و15 مايو تسليم خطابات النتب للملاحزين انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من كافة الاستعدادات التي تسبق انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024 ربنا وفقكم يا شباب كرة وكل واحد ينقول اللي يتمنى شد حلكو وان شاء الله خير بامر الله وانتنساش ان على القناة ونتكلم على التنسيقات المختلفة والكليات المختلفة وتعريف بحيات كتير جدا ان شاء الله هتنفعك كطالب دبلوم فني بس دلوقتي طبعا سيادتك تركز بقى في الاختبارات وان شاء الله ربنا وفقكم يا رب كل واحد ينقول اللي يتمنى واتاحد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي طالبت الدبلومات الفنية استلام ارقام الجلوس والتعرف على اللجان التي سوف يؤدون فيها الاختبارات حيث سلمت الوزارة ارقام الجلوس للمدارس لتسليمها للطلاب موضحة انه تم تجهيز كافة الاستعدادات لبدء امتحانات دبلومات المدارس السنوية الفنية بكافة النوعيات صناعي زراعي تجاري فندقي في كافة انظمة التقدم نظام السلس سنوات او اعدادي مهني او نظام السنوات الخمس تعليم وتدريب مزاوج تكنولوجيا تطبيقية واوضحت ان امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 25 مايو وتستمر ان شاء الله حتى 8 يونيو المقبل ربنا وفقكم يا شباب اسفل فيديو هتلاقي قناة التليجرام اللي عليا حاجات ان شاء الله كتير تساعدك في موضوع الكليات والمعاهد المختلفة وبتقبل من كام والتوقعات ايه وترتيب الرغبات ايه ان شاء الله نساعدكم في الحاجات دي كلها بس اما حاجات الوقت تشد حيلك اجتهد ان انت تجيب اكبر مجموع وربنا وفقك يا شباب يعني اربع اخبار مهمين جدا الازهر ومدارس العسكرية ونتيجة المرحلة الابتدائية وامتحانات الدبلومات الفنية تابعونا ان شاء الله هتلاقي كل جديد كلام عكم مستر احمد وانساش اللايك والشير والاول مرة حدرك تشاهد فيها القناة شرفني وانورني بالاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته